ولنقاش الملف الفلسطيني وتدعية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع ينضب إلينا عبر الهاتف من غزة صحفي أيمن دلول أهلا بك سيدي أهلا بكم نفذت وحدات خاصة من القوات الصهيونية عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع إلى أي مدى يعد ذلك تبريرا لهروب الأسرى الستة من السجن وتبرير للشارع الإسرائيلي يعني هي محاولة للتنفيذ بخصوص الشارع الإسرائيلي هي محاولة لتنفيذ حالة الضغط والاحتقان وحالة الضعف التي بدأ عليها الشارع الإسرائيلي وهو ينظر إلى جيشه وحكومته وقواته التي كان يخوف بها دولا بأكملها يعني تفشل في منع تحرير ستة من الأسرى الفلسطينيين من السجن الأكثر تحصينا والأكثر تمثينا في عقلية الاحتلال الصيوني هذا من جانب أما من جانب الشارع الفلسطيني فقوات الاحتلال وسلطات مصلحة السجون ما تسمى بسلطات مصلحة السجون يعني لم تكن بحاجة إلى أن يتمكن ستة من الأسرى الفلسطينيين من تحرير أنفسهم من هذا المعتقل لتقوم بممارسة السادية والغطرسة بحق الأسرى الفلسطينيين لا يمر أسبوع إلا وتنفذ اغتحامات في السجون وإطلاق الغاز المسيل للدموع والتعذيب والإهانات للأسرى في داخل سجون الاحتلال الموجودة على مدار الساعة من قبل قوات وسلطات الاحتلال لكن ربما تضاعفت بعد هروب الأسرى الستة في ظل هذه الانتهاكات التي ترتكب وتمارس على المعتقلين في السجون الإسرائيلية ما أثر هذا التنكيل على أهالي الأسرى؟ وماذا يمكنهم فعله لإنقاذهم؟ يعني أهالي الأسرى يدركون أن الطريق الوحيد لتحرير أبنائهم لا يمكن أن تمر إلا بإجبار الاحتلال وإجبار الاحتلال أثبتت الوقاية الميدانية بأنه لا يمكن أن يحدث إلا من خلال صفقات للتبادل مع سلطات الاحتلال بمعنى أثر جنود من قوات الاحتلال لمقايضتهم بالأسرى في داخل السجون أما بدون ذلك فقد أثبتت الوقاية الميدانية ومحطات التاريخ المختلفة في تاريخ الشعب الفلطيني بأنه لا التسويات السياسية ولا غيرها ولا المؤسسات الفقوقية الدولية بإمكانها أن تجبر الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين يقضح البعض منهم منذ عقود طويلة من الزمن أهالي الأسرى بكل تأكيد يعيشون حالة من القلق حالة من الترقب يتابعون أخبار أبنائهم بشكل يعني يدعو إلى الخوف خاصة وأن العديد من أبنائهم يخوضون معركة الإضراب عن الطعام منذ أيام عديدة إما لتحسين ظروف اعتقالهم أو للقضاء على الاعتقال الإداري الذي يمارس بحقهم ويعتقلون دون أدنى تهمة من قبل قوات الاحتلال أو للمطالبة بحقوقهم في العلاج العديد من الأسرى الآن يخضون الأضراب عن الطعام في داخل سجون الاحتلال لعلهم يلفتون الأنظار إليهم من المؤسسات الحقوقية الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان قامت الفصائل بالتحذير من تنكيل بالأسرى ما مدى إمكانية تنسيق عملية لرادع سلطات الاحتلال على الاستمرار في تنكيل بالأسرى في السجون يعني واضح بأن الضغط لن يولد إلا الانفجار واستمرار تنكيل قوات الاحتلال وعدم خشيتها من النتائج التي يمكن أن تحدث بإمكانها أن يفجر المنطقة بأكملها الفصائل الفلسطينية نعتقد جازمين بأنها حينما تصرح تصريحات صحيحة أنها فصائل سياسية لكنها مدعومة من ضغط شعبي موجود في الساحة الفلسطينية الآن يطالب بالتدخل لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال هذا من جانب من جانب آخر هي ترتكز على مرتكز مهم وهو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية التي بدورها باستمرار تؤكد بأن الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وتحذر سلطات الاحتلال من مغبة الاستمرار في الغطرة وانتهاك حرية الأسرى في داخل السجون المختلفة فبالتالي كل شيء وارد في الوقت الحالي كل شيء وارد في حال استمرت قوات العدو الصيوني باعتداءاتها على الأسرى لا نستبعد أن تشتعل المنطقة على قوات الاحتلال وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته يدرك هذه الحقائق جيدا ويمشي على شفير الهاوية كما يتحدثون يحاول أن لا يتواغل كثيرا في مسألة الاعتداء على الأسر لأنه يدرك بأنهم خط أحمر وبالإمكان أن يفجروا المنطقة كما فجرت اعتداءاتها السابقة على القدس والمسجد الأقصى المنطقة شكرا جزيلا لك صحفي أيمن دلول حدثنا عبر الهاتف من غزة